المدينة المنورة المدينة المنورة المحطة هي الأولى وهي الوقود التي تدفعها لمناسك الحج بكل ألق ولهفة وحرصا منها وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بدأت بعثة مملكة البحرين للحج زيارتها لهذه المدينة المباركة لاطمئناني على سلامة حجاج المملكة أتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الكريمة وعلى رأسها جلالة الملك وسمور رئيس الوزراء وولي العهد حفظهم الله على دعمهم الكبير لبعثة مملكة البحرين للحج وتوجيهاتهم السديدة لتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين على حد سواء أيضا أنا أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام من جهود جبارة ومن خدمات وحسن الضيافة وحسن استقبال لجميع الحجاج وخصوصا حجاج مملكة البحرين كنت كلها أقولها مباجئة الحج بسانا إن شاء الله أرجرت عادل وجيت يعني بسانسى شعوري نانيا قضي المناسق أول ما وصلنا المدينة بصراحة شعور لا يوصف يعني يعني من بهر يعني من الرؤية يعني من ناحية عام خامس على التوالي فيه تواصل البعثة البحرينية تعاقدها مع مستشفى العقالي السعودي الذي يعد من أكبر مستشفيات المدينة ويستطيع كل حاج بحريني أن يستفيد من خدماته العلاجية ودون مقابل الخدمات تقدمها من جميع التخصصات تقريبا من أسنان من طب عام من أباطنية قلب عيون جلدية نسائية كل مجموعة العقالي تقدم هذه الخدمات على مدار الساعة هو مشوار طويل يمر بمحطات عديدة في موسم سنوي مبارك تلتقي فيه الحشود لأداء ركن الحج العظيم من المدينة المنورة لتلفزيون البحرين صالح يوسف